بيبدأ المسلسل مع فيكيت طفل صغير وحفيد عيلة غنية جدا في يوم مامته تاخده المدينة الملاهي عشان تفسحه ففيكيت يبنع لانه متعلق جدا بيها وبيسمع كلامها واثناء ما يكون بيلعب ومبسوط مامته تختفي من قدام عينيه فيجري يدور عليها في كل مكانه وهو مرعوب وخايف ولما الناس تتلمح وليه عشان يتطمنوا عليه ويسعدوا من صدمته يبدأ يلاقيه ششون بتختفي واحد ورد تاني فيقع يفقد الوعي ولكن جده يلاقيه ويجي ياخده ولما يوديه للدكتور الدكتور يعرفه ان بسبب صدمته نفسية تعرض لمرض عماء التعرف على الوجه وده مرض نادر ومفيش علاج ليه ففيكيت يتأقلم مع مرضه ويعيش معاه وتعد سنين كتير ويرجع يظهر فيكيت اللي بقى ما شاء الله شاب طويل ووسيم وكمان رجل عمل معروف بعد ما جده عينه الرئيس التنفيذ لشركته واللي بتكون شركة برمجة كبيرة ولكن يبان انه بقى مغرور جدا متسلطي وما بيعملش حاجة في حياته اكتر من انه يعين مساعدين ليه ويطردهم تاني يوم لسبب تفه جدا واللي هو انهم مش بيعرفوا يعملوا الهوت شوكلت زي ما بيحب واول ما يوصل على مكتبه يتصل على ابن عمه نون يطلب منه يعمل اجتماع بسرعة عشان يختاروا سكرتيرة جديدة ويبني ان نون اكبر من فيكيت في السن ويشتغل في الشركة بجهد كبير لدرجة ان اغلب الوقت مش بيعرف ينام بسبب ضغط الشغل عليه ورغم كل ده جده مسلم كل الشركة لفيكيت وهو مجرد مدير صغير الجنب التاني ميرين بنت فقيرة مامتها وجدتها بيشتغل في عمل الحلويات من البيت وهي بتساعدهم في توصيل الطلبات للزباين ونعرف ان ميرين حاول كتير انها تقدم على شغل في اكتر من شركة ولكنها في كل مرة تترفض رغم الناس زكية جدا وكانت القولة دايما في دراستها وجدتها تكون خايفة عليها من انها تقدم على شغل تاني فتترفض ويحصل لها صدمة فتقرر مع بنتها انهم يزودوا ساعات شغلهم عشان ما يحسسوهاش انهم محتاجين فلوس فميرين تسمعهم وتزعل قوي وتكون خايفة على جدتها ومامتها لان ضغط الشغلة هيأثر على صحتهم ويكون عندها تقديم لشغلانة جديدة النهاردة وتتمنى انها تتوفق فيها ولكنها قبل ما تروح تقدم جدتها تشتري لها فستان جديد وتدهولها يمكن حظها يتغير وتتقبل المرة دي فميرين تفرح بالفستان جدا وتشكر جدتها وبعد انت قوم تلبسه وتتزبط عن جنب التاني في كت يتعصب كعادته على الموظفين عشان ما حدش عارف يعمل له مشروبه وقطلوا منهم يقدموا معاد المقابلة وتطلع ان ميرين راح تقدم في شركته فيتصلوا عليها ويعرفوها ان المقابلة كمان ربع ساعة فتفضل تجري زي المجنونة في الشارع عشان تلحق توصل ونون في الوقت ده يوصل على الشركة ويعرف من سكرترته ان فيكيت قدم معاد المقابلة ويلاقي كل المرشحات وصلت باستثناء واحدة بس وتكون اصدعها على ميرين فلما نون يشوف السي في بتاعها يظهر ان ميرين مقدمة باسم غير اسمها وتكون مسميها نفسها نيرا امبان ونون لما يشوف اسمها يطلب من السكرتيرة انها ما تبدأش الاجتماع من غيرها ويكون متأكد ان فيكيت هيوافق على دي بساك وميرين اول ما توصل تدخل على الاجتماع وهي مستعجلة فتقع على الارض ويقع من ايدها كل الاوراق بتاعتها في الوقت ده يوصل فيكيت اللي طبعا ما يقدرش يميز شكله وشها ولما يشوف حالتها كده يقولهم هي ام فستان قديم دي بقى اللي ضيعت وقتي عشانها ومخليه اننا استناها فتقوم له وتقوله انها كانت اتوصل على المعاد لو محصلش تغيير مفاجئ من عندهم فهو هنا يقولها انت من الاساس مش مؤهلة تشتغل عندنا بالفستان بتاعك ده فهي تقوله بكل جراءة ان فستانها مش هو القديم ولكن تفكيره وانه غلط كبير منه يحكم عليها من لبسها وشكلها لان قيمتها اكبر بكتير من انه يقيمها بعينه فهو هنا تصدها اه طيب انا بقى هديك فرصة قبل اي حد معاك كم لغة بتتكلميه درستي برا الخبرات اللي عندك فميرين بكل بساطة تقوله ان ما فيش عندها حاجة من كل دول وتقوم مسماعاله كل تاريخ الشركة بتاعتهم من اول ما بدأت وتكلموا عن كل مميزات التطبيقات اللي اصدروها ففيكيد بدل ما يعجب بيها تستفزوا بثقتها في نفسها فيقول لنون انت جايب للست المغرورة دي منين من دي فهنا ميرين تقوله ان اسمها نيرا مابان وتمشي فاول ما يسمع اسمها يوقفها ويطلب منها تستنى في مكتبه ولما يقرأ السيفي بتاعها يطلب منها تديمزة تانية عن نفسها غير انها القول على درستها عشان يقدر انه يعينها فتقوله ان عندها زاكرة قوية جدا وبتتعلم بسرعة فيوافق انه يشغلها ولكن يطلب منها تغير هدومها الاول لانه حسس الناس التعجوزة بالبسادة لكنها ترفض وتقوله ان الفستان داي غالي جدا بالنسبة لها فهو يهددها ويحذرها انها لو ما غيرتوش مش هيوظفها ويديها مستندات كتير جدا ويطلب منها تحفظهم من هنا البكرة وانها لو ما حفظتش برضو مش هيوظفها وبعدين يطلب من نون انه ياخدها يشتري لها هدوم تنسب العصر اللي هم عايشين فيه فلما تخرج مع نون فيكات يتدايق انه مقدرش يتحكم في نفسه وكان قاسي معاها ويبنى على نون انه انسان دطيف جدا وما يكونش عايز يحسس ميرين بالاحراج فيقولها ان فيه كتب كتير في العالم محتواها ممتاز جدا ولكن ما فيش حد بيقرأها بسبب انه غلفها قديم ومش جذاب وانها زي الكتب دي بالنسبة لفيكات هو متأكد من مهارتها عشان كده عايز يطور غلفها وانها لو ما غيرتش مظهرها وقتها المرشحات اللي كانوا قدامها هيسألوا عن سبب اختيارهم ليها رغم ان خبرتها مش احسن منهم ووسط كلامه يناديها بمرين ويقولها ان تغيير اسمها صنع العجايب فهي تستغرب عرف اسمها الحقيقة ازاي فيعرفها انه فاكرها كويس لانها قدمت اكتر من مرة على شغل ويسألها غيرت اسمها ليه وسمعت عن الاسم ده فين فهي تقوله انها غيرت اسمها علشان تغير حزها وتتقابل في الشغل وان الاسم ده لأفضل صحبة لمامتها ايام الطفولة ولكنها عمرها ما شافت صحبة مامتها دي لانه مامتها وهي افترقه في مرحلة المرحقة فنون يصدقها ويقرر انه يناديها بنيرى مابعان قدام الكل فهي ترتاح جدا ونون ياخدها يختر لها هدوم تناسبها وبعدين يغير لها تسريحة شعرها ومامتها اول ما تشوفها تتصدم من تسريحة شعرها الجديدة ومن الهدوم الكتير اللي هي جايباها فميرين تعرفها ان كل ده على حساب الشركة اللي كانت بتقدم فيها النهاردة وانها اخيرا توظفت فمامتها وجدتها يفرحوا لها جدا وميرين تفضل صهرانة طول الليل تحفظ كل المستندات اللي فيكيت تدهلها وما ترداش تنام عشان تساعد مامتها في الحلويات اللي هتعملها وبعد كده تتجهز وتروح على الشركة فأول ما توصل نون يشوفها ويعجب جدا بشكلها ويقولها انها بقت الوقت جاهزة من كل حاجة عشان تبقى سكرترت فيكيت ولما تروح لفيكيت المكتب مظهرها الجديد يعجبك ويقوم يشم رحتها ويقولها ان رحتها مبارح كانت مليانة دخان عربيات وسوق ولكن الوقت رحتها لذيذة جدا فميرين تتوتر لما يقرب منها ويعرفها انها كده نجحت فأول اختبار لها ولكن ده اختبار اهم ويطلب منها تروح تحضر له الهوت شوكولت بتاعه فلما تروح تعمله ما تلاقيش مكونات محتاجاها فلما ترجع له تاني وما يلاقيش معها المشروب يطلب منها ما تسألوش بتحضر ازاي لان طريقة تحضره في الورق اللي ادهولها فتقوله لو عايزه يطلع حلو لازم يستنى فترة لان مكونات كتير مش موجودة ولازم تنزل تجيبها فيقولها انه هيستنى ولكنه لو استنى وما خدش اللي هو عايزه هيطردها فتنزل على السوبر ماركت تشتري المكونات وترجع تحضره فلما تدهوله يتصدم لما يشوف شكله ويتصدم اكتر لما يضع طعمه ويلاقي نفس الطعم اللي مامته كانت بتعمله فيشربه كله ويسألها تعلمت تعمله فين ويقولها انه عين 58 سكرتيرة قبلها و37 خدامة زي يتقوله لف في العالم وما حدش عارف يعمله بالطريقة دي فهي تعرفه انها تعلمتها من مامتها وما تعرفش مامتها تعلمتها من مين ولكن المهم عندها ان الوصفة معاها ومش هتعرفها الحد عشان تحفظ على شغلها عنده فهو يخليها تعمله واحدة تانية عشان يتأكد انها حفظة الوصفة مش جاية معها بالحظ ويهددها تاني انها لو ما طلعتش معاها بنفس الطعم هيطردها الوقت ده نوني يجيله علشان يتكلم معاها في شغل وقبل ما يخرج من عنده يفكروا انهم عاملين حفلة بالليل للمستثمرين ففيكيت يقرر انه ياخد نيرامبان معاها عشان يختبر مهارتها في الشغل فنوني وافق ويكون عايز ياخدها يشتري لها فستان مناسب لكن فيكيت يرفض ويعرف انه هو اللي هيشتره لها المراضي ويديها مستند مليان بصور ومعلومات عن المستثمرين اللي هيجوا الحفلة واطلب منها تحفظهم بسرعة قبل ما تيجي معاه فميرين تكون خايفة لان ده اول يوم ليها ولسه ما تكيفتش مع جو الحفلات الكبيرة اللي بيروحها ولكن فيكيت يصر انه ياخدها معاه فتخرج عشان تحفظ المستند زي ما قالها وهو يرجع يشاب الهوت شوكلت اللي رجعت تعملهله فانوني يجيلوا فدول يدق طعمه لان من سنين وفيكيت بيدور عليه لكن فيكيت يرفض ويفضلوا يجروا هما الاتنين وراء بعض الحد ما يوقعوا عليهم واطلعوا هما الاتنين بأشكالهم دي عشان يجيبوا قمصان تانية يلبسوها واول ما يبدأ يغيروا قدامها تتعصب عليهم وتهزقهم ولا كأنهم شغالين عندها لو تخليهم هما الاتنين يعتذروا لها وقبل ما يطلعوا الحفلة فيكيت ياخدها يختار لها فستان غالي عشان يطلع شكلها مثالي تلقي انها تبقى سكرتيرة وهو كمان يلبس علشان يطلعوا على الحفلة ولكن قبل ما يخرجوا فيكيت يلمس وشها علشان يقدر يحدد ملامحها ويختار على اساسه حلق قيم من برانده معينة ويختار انه يجبهولها بارز يلفت انتباه اي حد وفيكيت طول الطريق ينبه عليها انها ما تبعدش عنه ولا لحظة وقبل ما حد يجي يكلمه وتعرفه باسمه فميرينت فكر انه ذكرته سيئة وبينسى النص بسرعة فاول ما يوصلوا على الحفلة فيكيت يكون شايف كل اللي حواليه عبارة عن بدل وفستين ومش قادر يعرف اي حد لكن ميرينت فضل لازقه فيه زي ما قالها تعرفوا باسم كل اللي يقرب منه لحد بيتيجي تانية وتانية دي ببنت اكبر عهلة غنية في تايلاند بيتمتدلع ومغرورة لدرجة ما تتوصفش وبتحب فيكيت وما بتعملش حاجة غير انها بتحاول تقرب منه وتطلب منه انهم يتقابلوا بره عشان عايزة تستثمر في شركته فهو يكون عايز يتهرب منها بأي طريقة فياخدها على قد عقلها ويقولها انه هيخلي ان رامابان تزبط لها معايد لان جدوله مليان ويستأذن منها انه يمشي لان ريحة عطرها دواخته فالتانية تتحرك جدا وتروح تحط عصبيتها في ميرين وتطلب منها تفضلها معاد يوم السبت عشان فيكيت يجي قابلها وان لو حتى عنده معاد تاني تلغي واول ما تسيبها ميرين تروح تدور على فيكيت فتلاقيه مستخبي واول ما يشوفها يزعق لها انها بعدت عنه والوقتي مش عارف يتكلم مع حد فهي تحط الغلط عليه انه يسابها مع تانية فيعرف انه مش عايز يقابلها وانها تتأكد من انها ما تفضلهاش معاد ولما ياخدها ويرجعوا الحفلة ميرين تشوف واحدة اسمها مثاوي ودي ستة غنية ومستثمرة في اغلب تطبيقات فيكيت ففيكيت يروح يسلم عليها وانهم يجي وراه ويعرفوها انهم هيصدروا تطبيق جديد وقبل ما نوني اشرح لها فكرة التطبيق عشان يقضعها تستثمر فيه فيكيت يوقفه ويقدم لها ميرين ويطلب منها تشرح فكرته هي فميرين تشرحه بطريقة بسيطة واحترافية فميثاوي تعجب بشرحها للتطبيق وتقرر انها تستثمر معاهم وتعرف فيكيت انها معجبة جدا بالمساعدة بتاعته وتعجب بزوءها في اختيار الحلق فميرين تشكرها ولكنها تقولها ان الحلق مش احسن حاجة لانه تقل جدا وتعيب في التصميم والمصمم اللي عامله وتفضل تضحك ففيكيت وانهم يتصدموا وما يلحقوش يسكتوها ويطلع بقى ان الحلق ده من تصميم اخت ميثاوي وفيكيت كان متعمد يظهر ميرين ليها علشان يوريها الحلق مخصوص فميثاوي تتعصب من كلام ميرين وتحط عصبيتها في فيكيت وتقوله ان بخصوص استثمرها معاهم هترجع تفكر فيه تاني وانه يختار بعد كده ناس بيفهمه في الموضة يشتغلوا معاه وتمشي وهي متعصبة فانه فيكيت يفهمه انها مش هتستثمر معاهم فانها فيكيت يتجنن ويفضل يزعق له ويقولها انه اختر لها الحلق ده مخصوص عشان يرضيها وانه غلطان انه جابها معاهم لمكان زي ده انها مش نفع في اي حاجة غير انها تحفظه بس فتهتزل وتقوله انه المفروض كان يعرفها ان ده من برند ملك اختها فهو يهزقه ويقولها ان اي حد من المجتمع الراقي هيعرف البرندات بتنتمل مين ومجرد انهم يشوفوها وانها لازم تتعلم عن المجتمع ده فمرين تحس بالاهانة وانه بيبصلها باحتقار لان عالتها فقيرة فتزعل جدا وانه يسكت فيكيت ويكون زعلان عليها ويقوله انها اول مرة تحضر حفلة كده ورغم كده تصرفت كويس جدا وما ينساش الناس عادته واللي حصل مجرد غلطة وكلنا بنغلط وانه لو عايز يحاسبها يحاسبها بكرة ففيكيت يقوله انه مفيش بكرة ليها ويطردها فلما نوني حاول يصالحها تمشي وتسيبهم ويها بتعيط فنوني يتعصب عليه ويهدد انه لو طردها ومش هيدور له على واحدة تانية غيرها ويجري يدور عليها فلما فيكيت يهدى يرجع يتدايق من نفسه انه تعصب عليها للدرجات دي ويخرجه وكمان وهو متدايق ويفضل يفكر فيها ازاي كانت بتساعده طول الوقت على الجنب الثاني نوني يفضل يدور عليها في كل مكان ويكون مصرر انه يلاقيها عشان يصالحها قبل ما تروح وميرين تروح عند الجسر وتفضل تعيط لانها مش هتقدر تعرف مامتها وجدتها انها اضطردت وتكسر فرحتهم وفجأة تطلع سور الجسر واسناء ما يكون فيكيت ماشي يشوفها فيتخضوا ويفكرها هتنتحر فيركن عربيته ويطلع يجري عليها عشان يلحقها لكنه يلاقها طلعت طلعة دي مخصوص عشان تشتمه وتفضل تصرخ بصوت عالي انت عدوي انت مغرور وقاسي ففكر نفسك محور الكون وما فيش حد زيك وتفضل تشتمه بكل اسماء الحيوانات اللي ربنا خلقها وانها بتكرهه وتفضل تصرخ باسمه فهو اخر ميزها منها يرد عليها ويقول لها نعم فاول ما تشوفه تتصدم وقبل ما تقع يجري يمسكها في الوقت ده نون هو كمان يشوفهم وينزل من عربيته ويناديها لكن باسمها الحقيقي ميرين ففكيت يتصدم ويسأله ليه بيناديها بميرين فميرين هي اللي ترد وتقوله ان ميرين ده لقبها ونون يسأله هيعمل ايه معاها لانه قرر لو هو طردها هياخدها يعينها عنده ويتكلم معاه باسلوب حد جدا ففكيت يفهم من صوته انه مدايق منه وفجأة نون ياخد ميرين ويمشي ففكيت يمسكها ويقوله انه مش هيسمح له ياخدها وانه الشخص الوحيد اللي في ايده يقرر اذا كانت تمشي او تفضل فنون يتخانق معاه وانه يبطل يبقى طفل متدلع مفكر العالم بيدور حواليه ويفضلوا الاتنين يشدوا فيها لحد ما هي تصرخ وتوقفهم وتقولهم انها كانت اتفرع اكتر لو كانوا بيتخانقوا على مهارتها فلكن كل واحد عايز يفوز على التاني وتطلب منهم يحلوا مشكلتهم سوى احسن وتقول لفكيت انه لو مش هيقدر يسمحها مش هتزعل منه لاطردها ولما تمشي نون يلحقها ويصر عليها انه يوصلها عشان الوقت متاخر وطريقهم نون يتزلها للي عملوا فيها هو وفيكيت ويقول لها تنفسهم عليها من شوية لتأثير اقل من اللي عايزين يتنفسه عليه فعلا ويحكي لها انه اكبر من فيكيت وانه هو اللي بيهتم بالقسم الاكبر من الشركة وبرغم كده الرئاسة ليه فاميرين تقوله انها لحظة من كلال الفترة الصغيرة اللي اعادتها مع فيكيت قد هو بيحبه وانه اول حاجة عملها الصبح السأل عليه وسأل مرة تانية في الغداء وقبل ما يعمل اي حاجة بيتصل بيه لغير انه مش بيوافق على اي قرار قبل موافقته وانه شخص محبوب من الكل فنون يتبسط بالكلام معها ويطلب منها تيجي الشغل لانه متأكد ان فيكيت مش هيطردها وبعد ما يروحها ويرجع على البيت يلاقي فيكيت هناك مستنيه ويكون خايف لانون يكون زعل منه بسبب ميرين فيكون جاي راضي لكن نون يقوله ان اللي عمله كان زيادة وانه زمان ارتكب اغلاط اكبر منها فلما فيكيت يقوله انه صاحب الشركة وميرين مجرد موظفة نون يقوله انه هو كمان مجرد موظف فهل لو غلط هيطرده هو كمان ففيكيت يطلب منه ما يقارنش نفسه بيها فهنا نون يتعصب جدا عليه ويقوله انه اقل حاجة المفروض يفتكرها لها انها الموظفة الوحيدة اللي بتعرف تعمله مشروبه استخيف اللي بيشبع رغبته اللي مامته سابتها فيه ففيكيت يتعصب عليه انه جاب سيرة مامته فمامة نون تطلع على صوته وتزعقله ويباني عليها انها بتكرهه فلما فيكيت يطلب منها تسمح له بخمس دقايق يتكلم فيهم مع نون تعايره بمرضه وتقوله انه عشان مش شايف وشها مش فاهمه يا قد ايه متضايقة منه وانه مش مهمة للدرجات دي انها تسمح له يتكلم مع ابنها في وقت متأخر زي ده وانه مفيش عنده اخلاق ولا تربية بسبب انه مفيش عنده ام تعلمه ففيكيت يتواجع جدا من كلامها ونون يزعل عليه ويسكت مامته ويطلب من فيكيت انهم يتكلموا بعدين امامة نون تكون عرفت ان سكرتيرت فيكيت غلطت وخسرتهم مستثمر فانون يدفع عنها وانها ما كانتش قصدة فامام تتحذروا انه يدربها لانها عايزها تغلط اكتر وانه كلما غلطت فيكيت كتيرت هو هيتميز اكتر وهيبقى عنده فرصة يزبط للكلو انه احق بقدرت الشركة ونروح لميرين اللي طلدل تفكر هتروح على الشركة ازاي بعد ما فيكيت سمعها وهي بتشتمه فاتقرر انها تروح تعمل له كيكة تعتذر بها عن اللي قلته تاني يوم تاخد الكيك وتروح على الشركة ولما تعرف سكرتيرت نون انها عملت له الكيك مخصوص عشان تعتذر منه سكرتيرت نون تعرفها انه لسه مجاش وبما انه تأخر كده يبقى مش هيجي والموظفين هنا بيسمي اليوم اللي بيغيب فيه بيوم التخطي لانه لما بيغيب محدش فيهم بيعرف هو فين تغير انه ما بيردش على اي حد هو محدش بيقدر يوصله وكأنه اختفى لكنه بيرجع اليوم اللي بعده وكأنه ما حصلش حاجة فاميرين تزعل لان كده كيكتها هاتبوز قبل ما تدهاله ولكنها تقرر تستنى برضه وتفضل لاخر اليوم عندها امل انه يجي وبالرغم انه اغلب الموظفين يمشوا هي تفضل قاعدة فلما نوني يشوفها يعرف انها بتستنى فيعرفها انه هما الاتنين تخنقوا مبرح سوا وفيكت لما بيزعل بيختفي فاميرين تخاف ان الكيكتها تروح على الفواضي من غير محد يستفد بيها فتقطعها وتكلها هي ونون وترجع تسأله عن الاماكن المتوقع يكون فيها فيكت فيقول لها انه حاول كتير يدور عليه قبل كده في كل مكان ولكن عمره ملاقاه والعرف هو بيروح فين فاميرين يخطر في بالها مكان فتستأذم من نون وتروح تدور عليه ونون لما ياخد باله من الرسالة اللي مكتوب على الكيكة يعرف انها كانت لفيكت فيبنع عليه انه تضايق واميرين تروح على مدينة الملاهي اللي كان فيكت فقط فيها مامتو وتكون متوقع انها هتلاقي هنا وفعلا تلاقيه هناك بيلعب على نفس اللعبة اللي مامتو اختفت من قدامه وقت مكان بيلعبها فتروح له فيتخضي عارفت مكانه ازاي ويفكرها وحط له جهاز تجسس فتقول له انها عارفت مكانه بعد ما رأبت المجرة ولقت ان الكون كله بيدور حوالي حاجة في المكان ده فتوقعت انه هو فجت على طول فهو يتبسط من كلامها وتفخمها ليه فيقول له خلصت محتك ومش هتروضت فاتر من الفرحة وتقرر انها تفضل قاعدة معاه وتسأله ليه اختار المكان ده بالذات عشان يختفي فيه ففيكت رغم انه ببيحبش يتكلم عن الموضوع ده الا انه يحكي لها انه اخر مرة شف فيها مامتو كانت هنا ويحكي لها على اللي حصل يومها فاميرين تتأثر قوي وقبل ما دموها تنزل تقوله انها قررت مش هتبعد عنه من بعد النهاردة وهتشتغل بجد عشان ما تسببلوش مشاكل ففيكت يفرح ويطلب منها ما تعرفش حد انه بيختفي في المكان ده واي حاجة قالها تفضل سر بينهم فاميرين توعده انها تسمع كلامه في كل حاجة وهو لقها الكامل هيكون ليه ويبنى عليها انها بدأت تعجب به وتتوطن لما يقرب منها ولما يخدها يوصلها على بيتها ينم في نص الطريق على كتفها فهي تفرح وقلبها يفضل يضق ولما يوصلها يعرف انه عايزة تيجي معاه على معاده مع تانية ورغم انها مش عايزة تروح لكن فيكت يكبرها وفعلا تاني يوم تروح معاه فتانية تتضيق لانها بتعتبر انه ده معاد خاص بيهم فلي جاي بالسكرتيرا بتاعته معاه ففيكت يقول لها ان ميرين وعدته انها تشتغل معاه بجد عشان كده جابها ويجي له مكالمة فلما يقوم يرد عليها تانية تتنمر على ميرين وتهنها وتتهمها انها بتستخدم معادها في انها تشتغل بجد بعذر عشان تفضل قريبة من فيكت ولكنها مش هتسمح لها لان بسلطتها وبكلمة واحدة بس منها ما تطردها من عنده فميرين ما تسكتش لإهانتها وتقولها ان هي هنا بأمر من رئيسها في الشغل وانها لو عايزة تطردها تعمل كده لو تقدر ولكنها بتشك لان مش كل الناس زيها مهوسين بالامتيازات ومتسلطين وتسيبها وتخرج ففيكت يبان انه سمع كل الكلام اللي بينهم ولما يروح لتانية تجذب عليه ان ميرين تجدلت معاها وتحدتها وانها ما كانتش حبة فكرة انه يجيبها معاها ويسيبها ويروح ورا ميرين فتخاف لا يكون جاي يطردها فعلا زي ما تانية قالت لها ففيكت يقول لها انه هو الوحيد اللي مسموح له في الحياة لزعق لها لانه عارفها كويس وعارف ايه الحاجات اللي بتغلط فيها ونقصها ولكن مش مسموح لأي حد تاني يزعق لها لانهم مش عارفينها وانه عايزة تتحسن وتنجح في حياتها علشان تكبر الكل انه يحترمها فميرين تتصدم من كلامه وتحس انها بتكلم شخص تاني غير فيكت المغرور اللي هي عارفها ووسط كلامهم يقول لها انه عادت من سكرتيرة نون انها عملت له كيكا هي فيه فتحكي له انه لما ما جاش اكلتها هي ونون ففيكت يتعصب عليها انها ادت كيكي تعتذله للشخص تاني ويحذرها انها تتخل عن اي حاجة تانية خاصة بيه لحد تاني انها كانت المفروض تتعفن لحد ما هو ييجي فتعتذله وتوعيده انها تحضر له واحدة تانية وهتجبها له هقولله طيب يلا الوقت وقبل ما تنطق او تعترض لان الوقت متاخر يتعصب ويعمل زي العالة الصغيرة اللي تشبط في الحاجة فتخاف منه وتتجبر تاخده معاها على بيتها عشان تعمل له واحدة تنبه عليك يوط صوته عشان ما موتها وجدتها نايمين فبسبب انه ما فيش نور يتخابط ويقع على ميرين وجدتها لما تنزل وتشوفهم كده تفكر حافدتها قللت الادب ومصحبه بتجري وراه عشان تضربه لكن ميرين توقفها وتعرفها انه مدرها في الشغل وهمها اول ما تسمع اسمه بالكامل تتصدم وتتدايق جدا من ميرين ويظهر ان يوم اختفاء مامة فيكيت من الملاهي تقابلت مع ميرين ومامتها ولكنها كانت في حالة صعبة وبتعيط ومش فاكرة اي حاجة فيفضلوا معاها لحد ما تفتكر انها كانت مع ابنها وتطلع ان عندها زعيم المبكر والدكتور عرفها انها تفقد الزاكرة بس خفيف من وقت للتاني ولكن هترجع لحالتها الطبيعية بعد فترة وان مع مرور تقدمها في السنة هتنسى اكتر ما تفتكر وتطلب من ام ميرين تساعدها وتوديها على كنيسة معينة وتسبها هناك وتقرر انها تتطوع في الكنيسة لانها خيفة ترجع لابنها تاني وتأذيه لما تنساه زي ما عملت وثبته في الملاهي الوحده وتطلب من ام ميرين انها تحتفظ بسرها ده طول العمر ومتعرفش حد انها شافتها فكل يوم حد ام ميرين وميرين يروحوا يزروها ويتطمنوا عليها وهنا مامة ميرين تتعصب عليها لانها راحت تشتغل عند فيكيت من غير ما تعرفها وان لو في يوم فيكيت اكتشف السر اللي هم مخبيينه هتسبف مشاكل لنفسها وليها وتكون عايزة تعرف قبلها تشتغل عنده ازاي فميرين تهديها وتوعدها انها تحكي لها كل حاجة بعد ما فيكيت يمشي وبعد كده تاخد فيكيت على المطبخ عشان يساعدها في انها تعمل كيكة ولما يرفض عشان عايزها هي اللي تعملها له تعرفوا انها تعمل اتنين واحدة تعملها له وواحدة تانية هو اللي هيعملها عشان شخصه قريب منها فيوافق يساعدها وتاني يوم تاخد الكيكة اللي هو عاملها وتروح لمامته في الكنيسة وتعرفها ان الكيكة دي مميزة جدا وده لان فيكيت هو اللي عاملها فمامته اول ما تسمع اسمه تبدأ تعيط وتسألها عرفته منين وتكون خايفة لتكون عرفته لنا هنا فمرين تطمنها وتبدأ تحكي لها اللي عملته وتقول لها انها قدمت في الشغل عنده اكتر من مرة ولكنها كانت بتترفض في كل مرة فاضطرت انها تستخدم اسمها تقدم به عشان تلفت انتباهه وتحكي لها انها استخدمت وصفتها لها وتشكلت كمان عشان تخليه يرضى عليها وتعتذل لها انها كذبت وعملت كل ده فمرين تحكي لها عليه وعلى شخصيته المتقلبة فمرين تترجعها انها تصوره لها من كل اتجاهاته فلما ميرين توافق تبدأ تكل الكيكة وهي مبسوطة ولكنها تدخل في حالة فقدان الذاكرة وتفضل تصرخ وما تعرفش ميرين فمرين تهديها وتطمنها ولما ترجع على البيت تلاقي عندهم العامة نوي جرتهم والعامة نوي دي بقى جتة عجوزة غنية عايشة لوحدها وبتحب الحلويات جدا ولكن بسبب الوسواس اللي عندها ما بتكلش الحلويات غير من عند اهل ميرين لانها مش بتثق في الاماكن التانية وتكون جاية لهم لانها اشتهت الحلويات وعايزهم يعملولها رغم انهم اجازة وعشان مامة ميرين مش موجودة ميرين تترى تقوم هي اللي تعمل لها وقبل ما العامة نوي تقوم تمشي تطلب من ميرين تحضر لها 30 قلبة حلويات زي دي وتجيبهم لها يوم الثلاثة الجاي الساعة تسعة فمرين ترفض لانهم مش هيلحقوا لكن جدتها توافق لانها مش عايزة تخسر عاملة مهمة زي نوي تاني يوم جد فيكيت يعمل اجتماع للكل عشان يقدموله تقرير بخصوص المستثمرين الجدد اللي تقدموا لشركتهم سراوي مامة نون تتحك كده دحكة خبيثة وتعرفوا ان مساعدة فيكيت خسرتهم مستثمرة كبيرة ففيكيت يدفع عن ميرين ويتحمل هو المسئولية ويعتزل للكل انه اخدها معاه من غير ما يدربها وانه هيدور على مستثمر تاني فسراوي تقوله ان ما فيش وقت يخسرهم اكتر من كده وتقترح ان ابنها هو اللي يجيب المستثمر فاعداء مجلس الادارة يوفقوها الرأي لانهم بيتقوا في نون اكتر ولكن الجد يقولهم انه مش مهتم مين فيهم يجيب المستثمر وده لان الفايدة في الاخر هتعم مع الشركة ويزي كل واحد فيهم فرصة اسبوع يجيب مستثمر وهو يختار في الاخر عرض المستثمر الافضل ولما يقوم يمشي هو واعداء مجلس الادارة تراوي تعرف ابنها ان عندها ليه مستثمر هتقدمه ليه فنون يرفض عشان مش عايز حد يساعده وحابب انه ينجح بمجهوده فسراوي تقوم رمية كلمتين تجرح فيكيت بيهم وتقوله انه مزي فيكيت ما عندوش ام تساعده وانها جنبه ومش هتسيبه طوله لأمر ففيكيت يتجرح لكن رغم كده مايردش عليها ويخرج وميرين وهي خرجة وراه سراوي تاخد بالها ان اسمها نيرا امبان فتوقفها وتسألها مين اللي سمها الاسم ده فميرين تتخضه ومتعرفش ترده تقولها ايه فنون يساعدها ويطلب منها تروح ورا رئيسها لكن سراوي تكون متأكدة ان مايفش حد له نفس اسم نيرا امبان وده لانها من يوم ما اختفت وهي بتدور على واحدة بالاسم ده وملقيت فتطلب من ابنها انه يدور ورا سكرتيرة فيكيت ويعرف اذا كان ده اسمها فعلا او لا ولما ميرين تروح تطمن على فيكيت من بعد اللي سمعه من سراوي فيكيت يطلب منها ما تهتمش والنسراوي دايما كده بتدور على اي طريقة تضعفه وتأزي بيها ويطلب منها تدور على معلومات بخصوص مستسمر معين اسمه بيج نوي واللي يعتبر امبراطور في عالم الاستثمار هو معروف في السوق بانه لو ادى موافقته على مشروع معين الكل يشيد وقتها ان المشروع ده ناجح وده لانه مش بيستثمر غير في المشاريع اللي متأكد من ناجحها فلما تروح علشان تجيب له معلومات يوقفها ويطلب منها تجمعها وهم في طريقهم عشان ما فيش عندهم وقت لكن نون يدخل عليهم وهما مسكين بعض فيحس بالغير على ميرين ولما يسألهم رايحين فين فيكيت يرفض يحكيله ويقوله انه هيعمل كل حاجة عشان يتنفس ضده فنون يتحدى انه هو اللي هينجح وبعدين فيكيت يخرج مع ميرين على مكان معين متوقعين انهم يلاقوا فيه نوي وفعلا يتصدفوا مع شخص يناج اسمه نوي فيفكروا هو ففيكيت يبدأ يلحقه عشان يقنعه يستثمر معاه لكن العم نوي يرفض يتكلم معاه ولما يروح يعمل رياضة فيكيت يروح يعمل معاه لحد ما يتهد فالعم نوي يعجب باسراره ويقرر يعطي فرصة ويكون مفكره موظف تأمين جايله عشان يخليه يأمن في شركته لكن لما ميرين تعرفوا انهم جايين يقنعه يستثمر في شركتهم نوي مايفهمش هم بيقولوا ايه ففيكيت هنا مش انت بيج نوي فالعم يقوله لا انا اسمي نوي وبس ففيكيت هنا يتصدم لانه كل التعب والمجهود اللي بزله راح على الفاضي ولما ميرين ترجع تدور على معلومات تانية عنه تعرف ان بيج نوي ده اختفى عن الانظار من سنتين وتوقف كمان عن الاستثمار فتقترح علي انه يدور على مستثمر جديد غيره ففيكيت يرفض ويقول له انه مش عايز ايه مستثمر تاني غيره عالجنب التاني نون يروح يقابل تانية ويطلب منها انها تستثمر معاه في الطبيق الجديد ويقنعها انها لو اشتغلت معاهم هتقدر وقتها تتقرب من فيكيت فاول ما تسمع اسمي فيكيت توافق في الوقت ده تروي تأجر شخص يجمع لها معلومات عن ميرين بسبب فضولها انها تعرف هيمن بالزبط تاني يوم ميرين تروح توصل عائلة بالحلويات اللي العم نوي طلبتها فتلاقاها خرجالها وهي لابسة ومتشيكة وكأنها واحدة متعرفهاش وتكون العم مستعجلة لانها هتسافر وميرين تلاحظ ان عندها عربية فخمة بسواء وسواءها يكون بيندلها بالبيج نوي فتتصدم وتحس ان هي دي البيج نوي اللي فيكيت بيدور عليها فتجر ورا العربية توقفها يدور عليهم استثمر يستثمر في تطبيقهم الجديد فنوي ما تكونش عايزة تستثمر في اي مشاريع جديدة وتسيبها وتمشي لكن ميرين ترجع تجري ورا العربية وتشرح لها فكرة التطبيق فنوي توقف لها وتعرفها انها ترجع من السفر بعد يومين فتجي مديرها وتيجي هتدلهم 15 ديام من وقتها بس فميرين تفرح وتجري تحكي لفيكيت وتكون جمعت عنها معلومات اكتر من بعد معرفة هيمن ففكيت يطلب منها انها تصهر معاه في المكتب عشان يلحقوا يجهزوا خطة يقدموها للبيج نوي فتوافق وتكون متحمسة انها تساعده ولما يبدأوا يشتغلوا سوا على خطة العمل ميرين تفضل طول الوقت سرحانة هو قد ايه واسيمه هو بيشتغل وتكون الوحيدة من بين كل اللي حواليه شايفة انه حنين وانه اسويت اللي بيظهرها عشان يحمي نفسه وهو لما يلقاه سرحانة ومش مركزة معاه يقرب جمد من وشها ويزعق لها فهي تتكسف وتبعد قبل ما نظرتها ليه تفضح مشاعرها فهو عشان مش شايف تعبيرات وشها يفكرها مش قادرة تبصله لانها حاسة بالليش مزاز من شكله فهي تصلح له تفكيره بسرعة قبل ما يزعل وتعرفه انها بعدت لانها تحرجت لما قرب منها وانه ازاي مش قادر يشوفه الشلح مر ده فيقوم يلمس وشها ويفرح لما يلاقيه سخت فهي تتوتر وتخرج بسرعة من مكتبه ولكنها لما ترجع تصهر معاته للليل علشان يلحقوا يخلصوا شغلهم تتعب وتنام ففيكت يروح يقرب منها يحاول يلمس تفاصيل وشها بالراحة عشان يتخيل شكلها ويتمنى انه يقدر في يوم من الايام يشوف وشها وهي بتضحك ولما يقوم ميرين تقوم وتطلع الناس معته فتستغرب هو ازاي عايز يجوف دحكتها وهي يطول اليوم وبتسماله فالتاني يوم يتجهزوا عشان يروحوا يقابلوا بيج نوي فنون لما يشوف ميرين يروح يتكلم معاها فميرين تتوتر انه يشوف خطة فيكيت او يعرف هما بيفكروا في ايه او هيستثمروا مع مين فتكون حريصة وهي بتتكلم معاه لكن نون يوقعها في الكلام لحد ما يعرف بالغلط منها انهم رايحين يقابلوا بيج نوي وفيكت لما يشوفهم وقفين سوا يحس بالغيرة ويروح يزعق لها انها ليه وقفة هنا ومش بتستنه في العربية فتجري تسبقوا ولما يحصلها نون يوقفوا ويقولوا انت مستعجل كده ليه عشان ما تتأخرش على بيج نوي ففيكت يتعصب على انه استغل ميرين عشان يسحب منها الكلام يحصروا انه يقرب منها تاني زي ما هو ما بيقرفش من سكرترته فنون هنا وانت خايف بقى من ان معلومتك تتصرب ولا انك تخسر سكرترتك ليا ففيكت يعرفوا انه خايف على الاتنين ولما يسيفوا ويروح يمشي مع ميرين ميرين تحكيله على انها غلطت وقالت لنون على بيج نوي ففيكت يسكتها ويقولها انه مش مهتمة اذا كانت بتكلم نون او لا ولكنها ما تتكلمش معها في اي حاجة تخص الشغل واول ما يصلوا عند بيج نوي ميرين تعطيها علبتين حلويات عشان ترضيها وتخلها توافق على العرض فيكت وفيكت اول ما يبدأ كلامه يقولها ان التطبيق بتاعهم بيساعد زوي الاعاقة فانو يتسكته وتقوله انه ذكره المصطلح زوي الاعاقة يخليها ما تستثمرش معاها وتطلب منهم يمشوا لانها مش حابة تضيع وقتها معاهم ولما تمشي ميرين تجري وراها توقفها وتقول لها انهم صهرانين من يومين علشان يشتغلوا وانها مش هتخليها تمشي من غلما تدي الرئيسها ال 15 دقيقة اللي قالت لها عليهم فانو يتقولهم انها سكتته لان اسم التطبيق بيعبر انه مش حسس بالناس اللي بيتكلم عنهم وعن المعاناة اللي بيعشوها وان هدفه الوحيد هو الاستفادة المادية وتعرفهم انها ما بتستثمرش من فترة لانها عندها استثمرات كفاية وانها مش هتشتغل في حاجة غلما تكون متأكدة انها مثيرة للاهتمام ومفيدة ولما ترجع تمشي فيكيت يوقفها ويقولها انه شخص معاق وانه مصب عمل وجه ويشرح لها مرضه وانه ما بيقدرش يشوف نظرات الناس ليه اذا كانوا بيسخروا منه او بيشفقوا عليه وانه ما فيش حد يعرف بمرضه غير عيلته ويعرفهم انه تصب الحالة ديه في وقت اختفاء مامته وانه بيعمل التطبيقات لذوي الاعاقة علشان يقدر في يوم يوصل انه يعمل تطبيق يساعد به نفسه علشان يعرف الناس بتبصره ازاي في مرين تتأثر قوي وتفضل تعيط فهو لم يسمعها يجري يمسك وشها ويقولها انه مش بيحب يلمس قدودها ويلقاها بردة فيها تعتزله وتقوله انها الوقت فهمت هو ليه بيخليها تقوله على اسم الناس اللي بتقرب منه وتوعده انها مش هتبعد عنه ابدا وهتفضل جنبه وتساعده طول الوقت حد ما يوصلوا انهم يعملوا تطبيق يساعدوه وبيج نويت تقرر انها تاخد خطة شغل وتقرأها وتعرفوا انها تكلموا بعد يومين تعرفوا هي هتقرر ايه ولما ديمشي فيكيت يسأل ميرين بيج نويت كانت بتبصله ازاي فتقوله بنع عليها انها تعطفت معاك فيقولها انه ما بيحبش الناس تزعل او تشفق عليه وانها ما تعيطش عليه مرة تانية فميرين تقوله انها ما عيطتش عشان زعلان عليه ولكنها كانت بتعيط عشان حست انه قد ايه كان وحيد وانه كان مضطر يظهر اسويته عشان يحمي نفسه وتقوله انها الوقت بتبصله باعجاب شديد انه نجح وقدر يوصل لمكانته دي رغم تعبه ولما يكون في طريقهم توعده انها هتجيب له بكرة اداة تعدوا بيها وبعدين تبتسم له وتقوله انها الوقت بتبتسم له ابتسامة كبيرة لانها عرفت هتساعده ازاي فهو يفرح والاول مرة يبتسم فميرين تقوله انه جميل جدا لما بيتحك وبعدين تاخد بالها من اللي قالته هتتكذف كعدتها وفيكت كل ما يكون عايز يعرف تعبيرات وشها وبتحس بايه يلمس وشها ويبني انه بيبقى في اقصى مراحل سعدته وهو معاها ولما تروح على البيت مامتها تسألها عنه فميرين تحكي لها اللي عاشه من بعد مامتها اختفت وانها بتتعاطف معه جدا فمامتها تقول لها ان لو فيكت في يوم عرف بيكذبها عليه لما استخدمت اسم مامتها عشان تشتغل وانها تعرف مكانها ومخبية عليه مش هيسمحها فميرين توعدها انها تستقيل ولكنها مش هتقدر الوقت لانها عايزة تساعده الاول عالجنب تاني يفضل يدور على معلومات عن بيجنوي ولكن ما يقدرش يوصل لاي معلومة غير انها ستة كبيرة ومتوقفة عن الاستثمار من سبع سنين ولما يروح ويسأل مانتو اذا كانت سمعت باسمها قبل كده مانتو تعرفه ان جده حكى عنها قبل كده ولكن محدش شافها وانها متأكدة ان بيجنوي دي اسطورة مع اي حاجة في كد بيعملها لانه فاشل ويوم الاجتماع هيحرج نفسه وكله ما يضحكوا عليه وتأكد له ان تانية افضل اختيار ليه تاني يوم لما ميرين تو رحله تكون جايباله معها الالة اللي قلت له عليها وتطلع انها جايبه قالت تدريب كلاب فيتعصب عليها لانه مش كلب جاي تدربه لكنها تهدي وتحاول تقنعه بيها وتقول له ان حاسة السمع عنده كويسة وانها لو نقرت له على الالة نقرة واحدة فمعناها ان اللي قدامه بيبتسم فالمفروض يبتسم له وان لو شخص على يمينه هو اللي بيتكلم او على شماله هتديله عدد معين من النقارات عشان تعرفه اتجاه وتفضل تحفظ شوية امهات يستخدموها عشان تسهل علي انه يتكلم مع الناس ففيكيتي اسألها هيعمل امن غيرها لو في يوم ثابته بعد ما تعود على وجودها جنبه فتقوله انها لو مشت هيلاقي حد تاني يقدر يستخدم الالة دي ده غير انها مش هتمشي من غير ما تسيب له مكونات الهوت شوكليت عشان يبقى يعلمها لنفسه ففيكيتي يعرفها انه مستحيل يعمله لانه مش هيسبها تمشي وتسيبه وبعدين ياخدها ويلفه الشركة عشان يطبقه اللي تضربه عليه باستخدام الالة ويفضل يتكلم مع الموظفين ويدحك معاهم والموظفين كلهم يبقوا مستغربينه لان اول مرة يتكلم معاهم ونون يشوفه ويستغرب هو كمان من تغيره المفاجئ والكل يكون شايف ان ميرين هي السبب في تغيره في الوقت ده التانية توصل على الشركة عشان تتكلم مع نون بخصوص الاستثمار في التطبيق واول ما تشوف فيكيت بيدحك قدامها تستغرب وتروح له وميرين تفضل تضغط له على الالة عشان يبتسم لها لكنه يرسم على وشه تكشيرة ويباين لها انه مش طيقها فتانية تتضايق اللي هو انت لسه بتتعلم الدحكة جديد ما كنت بتتحك جمد من شوية ففيكيت يشاولها على ميرين ويقولها انها سبب في ابتسمته ولما يمشي ويسيبها تانية توقفه وتعرفه انها تبقى المستثمرة لنون وانها تتنفس مع المستثمر بتاعه عشان تبقى دايما المساهمة الرئيسية في الشركة ففيكيت يعرفها ان هو وميرين هيعملوا افضل حاجة عندهم عشان يصعدوا بعض ويقوم مسك ايديها واخدها وماشي فتانية تتجلط وتقول لنون انها تدفع اي فلوس عشان تبقى المساهمة في الشركة ووقتها اول حاجة هتعملها انها تطرد ميرين وفيكيت وميرين يخافوا لان اجتماع نون مع تانية هيخلي المجلس يعترف بيهم وتكون نوي لسه مردتش عليهم فميرين تقترح عليهم انهم يدوروا على مستثمر جديد قبل الاجتماع لان مش هينفع يدخلوا من غيره ففيكيت يرفض ويقولها ان بيج نوي المستثمر الوحيد اللي هو عايزه ويخلص الاسبوع ويجي معاد الاجتماع مع الجد فقبل ما ميرين تروح على الشركة تروح تقف عند بيت بيج نوي على امل انها تخرج لها وتوافق على استثمرها مع فيكيت وفيكيت يتوقع ان ميرين هناك فيروح لها ياخدها معاه ولما يلاقها الانا جدا يطمنها ويقولها ان فشلهم مش نهاية العالم وفي الاجتماع ستروي ترمي كلام على فيكيت وان من غير مساعدة ابنها ليه مقدرش يقنع ولا مستثمر تفضل تضحك عليه عشان تقلل منه قدام كل اعضاء مجلس الادارة ولكن الدحكة تقف في ظورها لما تلاقي بيج نوي بنفسها داخل الاجتماع وبتعرف عن نفسها وعن انها تستثمر مع فيكيت وتعتذر لهم انها تأخرت بسبب وجع رجليها وتنادي على ميرين تيجي تساعدها والجد يفرح قوي لما يشوفها ويخرج الكل عشان يقدر يتكلم معها لوحدهم ونون لما يهني فيكيت انه قدر يقنع بيج نوي فيكيت ينسب الفضل للميرين فنون يقول لها انه كان غلطان لما عينها عند فيكيت وما اخدهاش لنفسه فتانيا تتغاصل وتقول لي ميرين انها مش مصدقة انها تعرف وحدة غنية كده وان الواضح من مساعدتها ليها انها كانت بتشتغل عندها خدامة ففيكيت ونون ميرضوش باهنتها ليها ويسكتوها فتانيا تتضايق لما تلاقيهم هما الاتنين بيدفعوا عنها فتقول لها انها شطرة جدا في التمثيل لدرجة انها نجحت في انها تغزر رؤسائها الاتنين فجأة الجد يخرج وينادي على فيكيت ونون ففيكيت يخاف انه يسيب ميرين معها لتتنمر عليها فيطلب منها تستنى في المكتب لحد ما يخلص فميرين لما تمشي تانيا تروح وراها وتهددها انها لو ما استقالتش في اقرب وقت هتعمل اي حاجة عشان تضايقها والجد بعد ما يسمع عارض بجنوي يقرر انها تستثمر هي في تطبيق زو الاعاقة ويقترح على نون انه يشتغل في تطبيق تاني تحت استثمر تانية عشان ما يزعلهاش ونون يتضايق لان بعد كل اللي عمله فيكيت برضو هو اللي فاز عليه ولما يطلع على سطح الشرك عشان يهدي اعصابه يلاقي ميرين هناك بتهدي اعصابها هي كمان من بعد الكلام اللي سمعته من تانية فنون يطلب منها انها تتجاهلها فلما ميرين تقوله انها بتعمل كده لانها متأكدة ان ما فيش حد فيهم بيملك مشاعر ليها نون يقول لها انت متأكدة ان ما عنديش مشاعر ليكي فتقف متصمرة مش عارفة تقوله ايه واذا كان بيهزر معها او بيتكلم بجد في نفس الوقت فيكيت يدخل مكتبه عشان يحكي الميرين اللي حصله في الاجتماع ولما ما يلاقهاش هي ونون يفضل يزعق باسمها في كل المكتب لدرجة انها تسمع صوته من على السطح ولما تيجي تنزل تلاقي باب السطح مقفول عليهم ونون موبايله يفصل قبل ما يطلب من حد يجي يساعده لكن فيكيت يروح لسكرتيرة نون ويعرف منها مكانه فيجرى على السطح يفتح لهم ويكون نفكر انه نون هو اللي حبس ميرين هنا عشان يلعب في دماغها ويسرقها منه فلما يفهمه يشدها ويمشي ويبان انه نون وقع في حب ميرين ويكون عنده رغبة فعلا انه ياخدها منه وفيكيت يفضل يسأل ميرين قالت ايه يا ونون فلما ترفض تحكيله يديها شغل كتير ويكبرها تشتغل قدامه فتفضل تشتغل لحد بالليل ومن تعبها تنامه هي قعبة ويبان على فيكيت انه هو كمان عنده مشاهل ليها ولكنه ما بيبين لهاش ويكون بيعملها بنفس معاملته الشديدة عادي ولما يخلصوا ويمشوا يقبلوا نون والثلاثة لما يتجمعوا في مكان واحد يبان ان ميرين هتكون مركز تنفسهم الجديد من بعد تنفسهم على الشغل ولما ميرين ترجع على البيت مامتها تعرف منها ان شغل فيكيت بقى احسن بعد استثمار العامة نوي معاه فمامتها تطلب منها ما تضيعش وقت اكتر من كده وتستقيل فميرين تزعل وتقولها انها مش هتقدر تستقيل غير بعد ما تستأذم من العامة نيرا الاول وتاني ام ميرين تروح لها تزورها وتوريها صور فيكيت اللي صورتها له ولما تعرفها انها لازم تستقيل نيرا تترجعها ما تستقلش وتسيبه زي ما هي عملت فيه ويبان ان الشخص اللي سروي عينته عشان يرقبها ماشي ورا ميرين ويفضل يصورها وهي جنب نيرا ويروح يوري الصور لسروي ويكون عرف كمان ان ميرين بتجذب بخصوص اسمها ويعرفها اسمها الحقيقي فسروي تطلب منه يدور عن معلومات اكتر عنها وهنقفل الجزء الاول على هنا وقبل ما تتخنقوا معايا في الكومنتات المسلسل الجديد ولسه حلقته بتنزل واخيرا اتمنى من كل قلبي تاشى قصة حبكم في الحياة وتتقابله مع اطال وبطلات احلامكم بحبكم جدا سلام موسيقى